السلام عليكم ورحمة الناس لهم يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزان اليوم الحصار وين غادي نتكلمه على ابرز الانجازات التي حققها وليت سادي يعني ابرز يعني انجازاتها هو يعني خريج مدرسة السيد الحاج محمد راوراوة يعني كانوا يكرهون بسبب ضروك سوف يتكره الرايس الجمهورية سوف يخشع له هذا مشروع كنا نقول لكم أنتم الذين يرىكم ضد صادير يرىكم ضد الجزائر اليوم الجزائر والدولة الجزائرية سيبينت لكم بالله هذا ود الجزائر يعني إسهال كبير عند جماعة سيراميكا يعني في الوزار كانوا يطامعين يشوفوا يعني برناوي وازير كانوا يتقارعوا برناوي وازير كانوا يقارعوا كاش واحد يعني اليوم وينا نتبالي بللي الكوش يعني الكوش اللي عنده مصنعت عن الكوش لا يرحم شوابين يزيد اي كيفي بدوا يصنعوا الكوش تعكبار ماذا بكم ماذا بكم ماذا بكم تباتوا تصنعوا يعني أبرز إنجازات التي حققها واليد صاد جماعة لا تنساوش بارتاجون الفيديو بارتاجون ماكسيموم أعطونا الإجاب يعني على الأقل وصلوا ألف جام باش أنوا سقطوا التبليغات على قناة شو بير ديزان واللقب يعني تكلموا على أكبر يعني أفضل يعني وأبرز الإنجازات يعني للإتعاد جزائي لكورة القدم هذا ما عدوش مستوى يعني من 2009 إلى 2017 سهم في تأهل الخض مرتين متتليتين لكأس العالم 2010 و 2014 يعني ونقولها ونعود هذا خريج مدرسة سيد الحاج محمد راو راو يعني التأهل إلى نهاية كأس أمم إفريقيا أربع مرات يعني 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 سنوات 2010 2013 2015 2017 2017 كما أصبحت الاتعادية الجزائرية من بين أغنى الاتعادات الإفريقية وأحسنها في التسيير يعني بفضل السيد الحاج محمد راو راو رئيس بيعثة الجزائر في كأس العالم جنوب إفريقيا 2010 و 2014 بالبرازيل رئيس بيعثة الجزائر في الألعاب الأولى في ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 رئيس بيعثة الجزائر في كأس إفريقيا 2010 2013 2015 2017 عضو في لجنة التسويق والحقوق البث للاتحاد الإفريقي لكورة القدم في سنة 2010 إلى غاية سنة 2016 عضو في لجنة التطوير كورة القدم في الاتحاد العربي لكورة القدم من سنة 2011 إلى غاية سنة 2015 وليتالي هو من مثل الجزائر في الفيفا في أحداث مصر وقام بدور فعال في طريقة شرح والدفاع عن ملف وبسببه كسبت الجزائر قاضية يعني بفضل السيد الحاج محمد راوراوة الانتخاب يعني انتخاب والي تاري رئيس للفاف سنة 2023 رئيس الجمهورية يعين والي تاري وزير شباب الرياضة في سنة 2024 بعد غياب داما سبع سنوات الجزائر تطرق أبواب العودة إلى دواليب الكاب مجددا عن طريق والي تاري بحيث سيكون صاري عضو في المكتب التنفيذي للكاب خلال سنة 2025 باعتباره المرشح الوحيد في الانتخابات يعني وهنا سوف يعني من أجل غلق أفواه يعني الملتزقة هذه من أجل يعني هذه ضربة قاضية لأصحاب الملف الثاقيل وأصحاب المقابلة كاميرون تتعاود الفاف ووزارة في خطر الجالية يعني الحيثارية يتعلمون هذه منظر كاميرون قوة اللعطيف 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 شدرت لهم ما عمي تبون شدرت لهم وقد قد يحضر من يحضر من هيتا آه 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 شكراً لكم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة